السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مع حضركم في الفيديو الثاني من مصطلحات جزء عامة خدنا المعرفة الثالثة اول خمس ايات عندنا النهاردة اللي بعدها الحد هي 16 اول مصطلح عندنا النهاردة هو in the first place in the first place يعني في الاول او في المقام الاول اللي ممكن نولعها بالعامية شوية ممكن نولعها بالعامية اللي هي اصلا يقول لك مثلا اه انا مش معايا الموبايل اصلا طيب انه مش معايا الموبايل فى المقام الاول افكلمة in the first place عليها فى المقام الاول او كلمة اصلا ليها بالعامية او انا امن اعرف اسم او او انا انا في المقام الاول انت the first place بال Living ثم بعد differently كده هي كلمة even even انه حتى even لها معاabi كليلا نقوم بس نأخ learnATHER اليو برضو انا انا ماما اسم اوه انا حتى معرفش اسمه مش حتى اللي من وقت كذا حتى وقت كذا لا. اللي حتى في الساق او في ايوان في الساق اللي ان اعطو لك. ده انا حتى معرفش اسمه. ده انا حتى نسيت اجيب كذا. في كلمة حتى دي معناها ايه? معناها ايفن. كلمة resting place. resting place معناها مكان للايه? مكان للراحة. يقول مثلا ان احنا عايزين المكان ده يبقى resting place بتاعنا هو مكان الايه? مكان الراحة بتاعنا. طيب مكان الراحة لازم بقى ايه? يبقى smoothed out smoothed out. smoothed out يعني مستقر او يعني متساوي كده. بتساوي كلمة spread out. معناها ايه? ممهد مجهز يعني او يعني متساوي كده ومضبوط. عندنا كلمة برضو evenly. evenly معناها بالايه? بالتساوي. لان من معنى كلمة even برضو اللي هو متساوي. امو لك مثلا we are even. انت كسبتيني مره وانا كسبتك مره يبقى we are even يبقى احنا ايه? بتساويين. يبقى evenly معناها بالايه? بالتساوي. يبقى كلمة evenly معناها بالايه? بالتساوي. عندنا كلمة stake او peg stake او peg اللي اتنين معناهم وتد. حاجة بتتحط في الارض كده بتثبت حاجة وتد. طيب الوتد ده بتحط ليه? عشان يحفظ الحاجة من الاهتزاز. يبقى to stop from shaking. عشان يوقفها عن الايه من الاهتزاز. stop from shaking. يحفظ من الاهتزاز. طيب كلمة impairs. impairs. يعني impairs. يعني ازواج. يعني احنا نروح مع بعض impairs. يعني كل اتنين مع بعض. impairs. impairs. يعني ايه? يعني ازواج. بعد كده عندنا for livelihood. livelihood معناها العيش. يبقى انا مثلا انا بشتغل وبجيب فلوس مش عافية for livelihood. من اجل الايه? من اجل المعيشة. طيب انا بخرج بالنهار عشان اروح اشتغل ليه? من اجل ايه? for earning. for earning اللي هو الايه? للكسب. كلمة earning معناها الايه? الكسب. كلمة earn معناها يكسب. يكسب اللي هو يجيب كوت يومي. يعني ايبقى for earning معناها الايه? للكسب. او عشان to find provision. find اللي هو يدور على او يسعى لحاجة. provision طبعا اللي هو الايه? اللي هو الرزق. بتسوي كلمة sustenance. يبقى provision او sustenance معناها الايه? معناها الرزق. finding provision اللي هو السعي على الايه? على الرزق. اللي هو مدور على الايه? مدور على الرزق. بعد كده عندنا construct. construct. بتسوي كلمة ايه? build. construct او ايه? او build. اللي اتنين معناهم ايه? معناهم يبني او يشيد. يبقى يبني او يشيد معناها ايه? construct او build. بعد كده عندنا solid. solid بتسوي كلمة strong او mighty. كلمة solid او strong معناهم ايه? قوي او شديد. وكلمة mighty معناها ايه? معناها عظيم. يبقى ما يقول على الحاجة قوية اقول على ايه? solid او strong او لو هي قوية او بنقول على ايه? mighty. بعد كده عندنا burning lamp. lamp اللي هي زي اضاءة او لمبة. burning اللي هي ايه? مشتعل. او بنقول عليها burning lamp اللي هي الوهاج. حاجة ايه? حاجة وهاج او صراج وهاج. يبقى burning lamp معناها ايه? معناها ايه? معناها مشتعل او متوهج. المستلحة اللي بعد كده send down. send down معناها ينزل. يبقى مثلا الله سبحانه وتعالى بين السماء. يبقى send down معناها ايه? معناها ينزل. عندنا ده بينزل من ايه? من rain clouds. rain clouds اللي هي الصحب المحملة بالايه? بالامطار اللي هي بنزل على المعصيرات اللي هي الصحب فيها ايه? امطار. طب الماء ده اللي بينزل بنزل صب بكده بنزل صب كده بنزل صب كده منه عليه pouring. pouring water. كلمة pour معناها يصب. فpouring water اللي هو ماء فجأة عشان نزل ايه? نزل صب كده. طب الماء ده بينزل عشان ننتج به او نخرج به حب بكلمة produce. ممكن على produce او produce. produce او produce. produce اللي هو ايه? ينتج به. حبا وايه? ونباتا. طيب. عندنا كلمة dense. dense يعني يعني كثيف او متشابك. وفي كلمة برضه بتقول على entwined يعني مشتبك او ملفوف with one another مع بعضه. يبقى مشتبك مع بعضه اللي هو ايه entwined with one another. وكده نكون خلصناها مصطلحات فيديو النهاردة. وهزين نطبق عليه فتروح تسمع الفيديو بالنسختين. هو الفيديو بالانجليزي بس. بس مرة مترجم بالعربي ومرة مترجم بالانجليزي. فانت هشوف المصطلحات دي الاول. بعد كده هتروح تتفرج عليه من غير آآ ترجمة خالص. بعد كده هتشوف ترجمة بالانجليزي. بعد كده هتشوفها بالايه? بالعربي عشان تأكد ان انت افهمت. واللي ايه اكثر انه في فيديو النهاردة. ورجزاكم الله خيرا. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.